من تجويع غزة إلى ضرورة شن حرب على الجبهة الشمالية سيل من التصريحات الصادمة لوزير المالية الإسرائيلي بتسل إيس موتريتش والتي تجاوزت تلك المرة الحدود الفلسطينية لتتعمق أكثر نحو الشمال حيث الحدود الجنوبية للبنان إذ يرى عضو اليمين المتطرف حتمية شن حرب موسعة على تلك الجبهة ويبدو أن نتنياهو ورقاله يتبعون النهج ذاته نحو تصعيد الأوضاع في المنطقة ككل والتي لم تعد تحتمل مزيدا من جنون أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصنفة من قبل الشارع الإسرائيلي نفسه كونها الأسوأ على الإطلاق سموتريتش وفي آخر تصريحاته الصادمة عبر أثير الإذاعة الإسرائيلية أكد أنه ستكون هناك حرب على الجبهة الشمالية والتي بالرغم من وصفها بالمعقدة إلا أنه أعلن أن حكومته لم يعد أمامها خيار آخر وبالرغم من التحذيرات الدولية الرافضة لدعوات ذلك الرجل التي وصفها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بالمخزية إلا أنه لا يزال مستمرا في تجاهل حتى مطالب الشارع الإسرائيلي الرافض لاستمرار الحرب واصفا إياه بالمغيب والذي يعمل دون وعي لصالح حماس وكأن حكومة نتنياهو تعمل على الخروج عن المسار الأمريكي المحدد إذ جاءت تصريحات سموتريتش بعد ساعات قليلة من أنباء تحدثت عن اجتماع أمريكي إسرائيلي غير معلن عقد الثلاثاء لمناقشة تهدئة التوترات بين تل أبيب وحزب الله اللبناني بحسب ما نشره موقع أكسيوس الأمريكي نتنياهو واسموتريتش وغيرهما من حكومة الاحتلال الحالية يؤكدون يوما بعد الآخر بحسب مراقبين رغبتهم في إشعال المنطقة ربما لأسباب تتعلق بصحة أحدهم النفسية كما يبدو مع وزير المالية أو كمحاولة للتهرب من العقاب كما في حالة نتنياهو